دكتور باولا عطلة موجودة معنا هلاء رئيسة الجمعية اللبنانية للغدد الصماء والسكري والدهنيات أهلا وسهلا فيك دكتور عم نشوف فيك ناشطة هالكم يوم بسبب النهار العالمي للسكري بس اليوم رح منحكي بعد أكتر من هيك عن النهار ما قبل السكري وهو النهار ما قبل الـ 14-20 رح نحكي تحديدا عن حملة مضيع الفرصة عنا نحن بـ 13 وـ 14-20 يومين مختصين للسكري شو هني تحديدا دكتور؟ هلاء العالم كلها بتعريف نهار السكري وهو نهار 14-20 بس في نهار كمان للي ما قبل السكري اللي هو بريديابات بس نحكي سكري ديابات هديك بريديابات هالفترة الزمنية اللي بيكون الواحد عنده استعداد سكري وعنده خطورة يصير سكري ناس ما بيعرفوا فيها كتير وبينقزوا بس يقلون الطبيب عندك استعداد سكري لازم نعمل له هيك لازم نعالجوا أو بدوا هالريجيم أو بدوا هالشغلة بعدها مش واردة كتير بيعقول العالم من هيك نعمل له حملة توعية للناس ينتبهوا الآن بهالمرحلة بهم كتير يبلشوا ينتبهوا بهالله بنحكي شو عالجيتوا هل نحكي عن الفئتين فئة الأولي والتانية من السكري أو عن أي فئة تحديد؟ نوع الثاني هو عنده مرحلة قبل السكر نوع الثاني من السكري اللي هو أكتر شي شيوعا بالعالم تقريبا 75% من السكري هنه نوع الثاني نعم وشو العوامل اللي بتبين أنه هالشخص عنده استعداد؟ هلأ أهلا نعرف أول شي إنه شو هي مرحلة قبل السكري هي إنه بلشو أرقام السكري مش كتير منتظم يعني بيعلوا عن المية نحنا بنعرف إنه بيفتكروا الناس بيطلعوا برقم المختبر 110 بيقولوا تمام لا فوق المية صار عالي بين المية والمية و25 هادي مرحلة قبل السكري ولنشخصها إذا بنعم كمانا فحص لمخزون السكر فحص التراكمة يعني طبعا مخزون السكري بيقولولو يلي هو إذا كان فوق الخمسة فاصة سبعة بالمية للستة فاصة أربعة يعني ها عنده الشخص مرحلة المقبل السكري يلي هي مع السنين فيها تخليه سير السكري نوع الثاني لأن إحنا بنعرف إنه عادة السكري نوع الثاني قبل ما يبلش في فترة زمانية فيها تكون من ثلاث سنين للعشر سنين هو بمرحلة مقبل السكري بس هوني بنقدر نتفايد على الموضوع؟ مظبوط لأن إحنا ها إذا شخصناها فينا نرجعها لورا ونخفيها لأن هي بتأثر على المريض بتعمل مضاعفات مثل نوع الثاني زيت الشي من هيك مهم نشخصها بكير لأنه فيه إلى نصايح للمريض شو يعمل إلى علاج بتشفى أكيد تختفي يعني بترجع لورا كل شي بيرجع طبيعي كل شي كان فيه مشاكل بخلية البانكرياس بالخلية اللي بتتعامل مع مادة الإنسولين بالجسم كلهم بيزبطوا وبيرجعوا لورا يعني عن أي فئة عم نحكي مين أكتر الناس اللي هن معرضين لها الموضوع بالذات وبيقدروا يتفايدوا هالموضوع ويرجعوا يعيشوا حياة ما بقى عندهم مرض موسيقى هلأ هي أكيد فئة مرحلة ما قبل السكري عندها عوامل خطورة منها العوامل الأول شي العمر يعني كل ما كب الواحد بالعمر عنده استعداد يعني نتواجه للناس الفوق الخمسة أربعين سنة أنه يفحصوا الدم لحتى يشوفوا إذا الواحد عنده زيادة بالوزن خاصة إذا الكتلة الدهنية تبعا جسمه كتير كتير عالية إذا الواحد قاعد ما بيعمل شي يعني ما بنقول اللي قليل الحركة سيدان تير ما عم يتحرك هو عرضة إذا حدا بعيلته في سكري بس كما إذا واحد عنده ضغط أو عم يخد دوية ضغط إذا عنده مشاكل بالدهنيات خاصة إذا الكوليستيرول بيحمي الشريين الـ HDL عنده يواطي إذا قبل بفترة الحبل عملة سكري الحبل هي عرضة وإذا بنات صبايا عندهم مشاكل تكيس بالمبيضات لإستعداد وكمان بتصير عند الصغار عند الولاد إذا لقينهم أنه عندهم بدانة وعندهم أشير على جلدهم بتقول أنه عندهم مضادات للإنسليم بالجسم بيكون فيزيح صود على الرقبة أو على الكوع أو على الإيدان عند الولاد هول ساعتها دغرة يجب أن يروحوا عند الطبيب ويعملوا هل فحص الدم السكري عريق بالمختبر ما بيكفي بالأصبع بهالحالة ومخزون السكريين عرف إذا هن بمرحلة استعداد السكري كيف خلقت هالحملة وشو أهدافها تحديدا شو عم بتساعد اليوم أكتر كتوعي نحن صراحة كل سنة بس نعمل حملة للسكري بنحكي عنها بس ما أنه صار عندها يوم معين وبما أنه عندنا مجهود أولة شركة مارك حيبة تساعدنا لنعمل هالحملة صار عندنا استعدادات أكتر من هيك رح تصير حملة على التلفزيونات على الراديويات على الطرقات رح يكون فيه بانويات لحتى يكون فيه توعية للأشخاص مش أنه نحكي عن السكر وننسى هالناس اللي هنا فينا نحميهم ما يصيروا سكري مع الوقت ونعرف السكري ومضاعفاته إذا بيكلفه لأن حتى بمرحلة ما قبل السكري شخص معرض يعمل زيت المضاعفات يسكر الشريينه الكبير ويعمل جرحات قلب أو يعمل جلطة بالرأس فيه سكر الشريين الصغير ويعمل مشاكل بشبكة العينين يعمل بالكلة يعمل بصبيع جريب لأن العصب عم ينضرب هولة كلهم برحلة ما قبل السكري فيه نكونوا موجودين عند الشخص يعني كانوا السكري موجود مظبوط من هيك لازم نشخص من قبل ونبلش نشتغل هالمضاعفات هولة إذا بلشوا يعني بيكونوا كمان هن إشارة يمكن لحتى الشخص يروح يعمل الفحوصات اللي لازمة رح أحكي شواء عن الفحوصات دكتور يعني اليوم من خلال هالحملة طبعا عم بتوعوا كل الناس أنه يروحوا يتوجهوا عند الاختصاصة عند مركز صحي عند أي شي لحتى يبلشوا يعملوا هالفحوصات إذا عندهم أي نوع من هالأشير يلي زكرتها حضرتك شو لازم ينعمل من الفحوصات كيف تبلش شو المراحل يعني هو عادة فحص السكر عريق وفحص التراكمة تبع السكر هن البيعات التشغيز السكر عريق فوق المية والتراكمة فوق الخمسة فاصة سبعة نقول إنه الشخص عنده فرحلة ما قبل السكر يعني استعداد للسكر وصلى فعلنا غير إرشدات عند الناس الحوامل اللي عملوا سكر الحبل من بعد ما تصير الخليفة ويكون راح منهم السكر وكل شي لازم بعد فترة زمنية شهرين لتلاتة يعملوا فحص يشربوا سكر يعملوا على المختبر بيناعمل فحص سكر على الريق بتنعطى الجرعة السكر 75 جرام سكر مثل ما نعمل التست بالحبل بنفحص بعد سعتين وهيدا فيه بيتشخص أحسن مرحلة ما قبل السكر أحسن بمخزون السكر عند هالفئة بالزيت ووقيت كمان هذا الفحص هو منطلبه عنده أولاد صغار عندهم هالأشير إنه فيه مضادات للإنسولين بجسمهم ما تضيع الفرصة ما تضيع الفرصة إنك تشفى كليا بدي أحكي شوي عن العلاج إذا لقطنا شخص عنده ما قبل السكر هالعوارد اللي بيانت إنه عنده استعداد شو بيكون علاجه أدي وقت علاجه وكيف بيقدر أنه يتفادى يكون عنده سكري بعد هلأ هي أهم شيء الحمي الغذائية والتوجيهات العالمية بتقول إنه الشخص إذا خسر من وزنه 7 إلى 10% بحال عنده زيادة وزن هيدا كلها بترجع لورا لأن عمل دراسات من كذا السنة تبعوا الناس على 3 سنين مرحلة ويجعوا طوالوها حطوا منهم على نظام غذائي مع رياضة وتابعوهم مثل ما لازم وحطوا منهم فئة قالوا لهم شو تاكلوا بل ما يعملون لهم شيء كتير ستريكت وتابعوهم مع دواء شايفوا إنه ناس اللي تتبعوا الحمي الغذائية والرياضة هن رجعوا لورا حالهم ونختفى منهم استعداد السكري وما عملوا سكري بالنسبة كبيرة بالـ 58% يعني الحمي الغذائية أهم شيء أنه نضعف إذا نحن ناصحين نعمل رياضة والإرشادات بتقول لازم على القليلة 30 ديئة 5 ديئة بالأسبوع الرياضة اللي بحبها الواحد يمكن يمشي يعمل تنس البدوية بس كون عنده رياضة يعني قبل ما نعطي أدوية أهم شيء يكون فيه الرياضة والنظام الغذائي بحال ما طلعوا لنتيجة فعلينا كثير أدوية لأنه هلأ الإرشادات العالمية بتقلنا أنه الشخص إذا كان عمره قبل الستين لازم يتعلج بيدوى ما بيكفل بس النظام الغذائي لأقلو بس منبلش دايما بالنظام الغذائي بالرياضة بعدين منعطيه علاج مساند لأن كمان العلاج المساندي كلنا عليها دراسات أنه بتأخر وصول مرحلة السكري أو تمنعها تصير ممكن ما يصير 100% كله برجع على وراء وقد دي بتكون هالفترة العلاج بدأت ضلع طول يعني هي لا توصل إلى مرحلة خسارة الوزن لعشرة بالمئة لأن في كتير أشياء من أخذها بعين الاعتبار مش بس الوزن ديكشوفه يصل خسر عند الشخص ديكشوفه ضغطه شو لأن إذا عنده عوام الخطورة شو بضع الدهنيات عنده يعني في غير عوام صحية بتأثر ديكشوفه إذا الشخص بيدخن لأن كمانا الدخام من المؤسرات والليزي تنقام بس نحن نغير طريقة العيش كلها يمكن الواحد يتعلاج شنة ما يعود بده الشي بعدين يمكن الناس يتوكبون العلاج دين أكتر كل حدا حسب إذا كان وزنه وإذا عنده عوام الجينية وإذا عنده استعدادات بالعائلة بتغير طريقة علاجه بس مش ضرورة يكون شي وراسي مش دايما شي وراسي أو ضرورة يكون هالموضوع هلأ نحن دايما باستعداد السكر وبالسكر في عام الوراسي من هيك إلنا الناس معرضين أكتر كمان إذا هو ناصح وبعائلته في سكر صحيح مش كل الناصحين رح يعملوها بس إذا أنا ناصحة وإمة أو بي أو تنينون أو خي عنده سكري معرضة أكتر من غيري في عنا تاست في الواحد يعمل ونحنحطهم على كل وسائل التواصل الاجتماعي نحن حتى على صفحتنا نحن كصفحة أمراض الغداد السكر والدهنيات في تاست الواحد بيفوت إداء عمره إذا بعائلته في مشكل سكر إذا عنده ضغط ولا لا وبصيروا تتابعوا معه بينعرف لا مش منتابع هو بيفقص بيعرف إداءه ريسك طبعه أنه رح يكون عنده استعداد سكر إذا متواجه هي عملها الفحص من هيك مهمة الشغلة اللي واحد يعرف فيها مهمة ومهمة هالتوعية كمان يلي عم تعملوها ما تضيع الفرصة بأنه تكون عم بتتابع صحتك بالرغم من كل الظروف يلي عم نمرأ فيها اليوم دكتور وأكيد المراكز الصحية دايما موجودة صيدليات موجودة يعني ما في اليوم كتير حجج لح نقول اقتصادية لحتى ما يكونوا عبينتبهوا على حالهم دكتور فولا عطالة شكرا لوجودك معنا رئيسة الجمعية اللبنانية للغضاء للصماء والسكري والدهنيات بريك صغير ومن الرجل